حلقة جديدة النهاردة هو فيديو جديد وموضوع مشوق جدا بالنسبالي وان احلى الموضيع اللي انا كراشا ومهتمة بيها جدا مهتمة حتى ان انا يعني انامي نفسي بيها واعتقد ان هي تبقى حاجة حلوة قوي ان الناس كتيرة تتعرف عنها اكتر وتفهم عنها اكتر وهو موضوع لغة الجسد او ال body language او ال eye contact حاجات كتيرة جدا والموضوع ده يا جماعة انا بعتبره من اهم الموضيع اللي يزم كلنا يبقى عندنا knowledge او عندنا معارفة بيها لان هي حاجة بتأثر علينا في شغلنا بتأثر علينا في مشاعرنا بتأثر علينا في اجتماعيتنا فلغة الجسد ده علم كبير جدا جدا وبحر واسع انا اعتقد ان احنا كلنا لازم نتبحر فيه انا كراشا ما باش بعش منه بقرأ عنه كتير جدا بسمع فيديوز بتفرج على episodes اجنبية فانا بعشقه موضوع علم الجسد لغة الجسد فالنهاردة خلونا نتكلم عن لغة الجسد في العلاقات او حتى في حياتنا وحاجات كده do and doze يعني حاجات نعملها وحاجات ما ننفعش نعملها في التعامل بلغة الجسد بسمنا نتبه منها ان هي غلط او لما بنعملها ممكن تدي impression غلط او انطباع غلط عندنا طبعا انا عايزاكوا تقولولي هل انتوا interested في موضوع لغة الجسد ولا لا او قريتوا عنه قبل كده ولا لا بس انا بنصحكوا بجد نصيحة اخوية لكل الناس اللي انا بحباها جدا انا بتتبعني موضوع لغة الجسد ده حاجة يعني هتفيدنا في كل يعني انا اعتقد ان هي لازم تدرس في المدارس والجامعات وحاجات psychology دي بتبقى حاجات مفيدة جدا جدا في علاقاتنا وفي مشاعرنا وان احنا نعبر عن الحب يعني لغة الجسد دي انا بشوف ان لغة الجسد بتبقى احيانا اقيم واقوى بكتير جدا من الكلمات اللي بتطلع من بقنا يعني الكلام اللي انت بتقوله عن طريق البادي لانجودش بتاعتك بيبقى ممكن يكون معبر بك اكتر بكتير جدا من الكلمة اللي انت هتقولها من الكلام اللي انت ممكن تقوله ببقك يعني انا عايزة بطل لمسك انا مثلا لازم بطل عادل الطرحة بس موضوع من انا شايفة نفسي في المراية دي صعب قليل طيب ايه بقى الـ points اللي لازم ناخد بالنا منها اول حاجة انا كراشة بهتم جدا جدا في لغة الجسد بالضهر يعني انا لما اكون قاعدة متنية كده وقاعدة لقدام كده وقاعدة يعني خاصة لما حد اول مرة قبله او حد او مثلا حد انت اول مرة قبله او عريس او اي حاجة زي كده او حتى انتروفيو لما انت تبقى قاعد معوق كده وقاعد له قدام وقاعد متني متني كتافك دي ده معناها ان انا مش وثق في نفسي وعندي مشكلة في الثقة في نفسي يبقى اول حاجة في لغة الجسد ضرورية جدا ان انا لما ايجي اعود ان انا لازم اكون قاعد مفروض قاعد صالب ضهري قاعد فارد ضهري حتى الرجالة ده انا تحس ان الراجل لما بقى وثق في نفسه كده وبادي بلدن كده وحركات تحس ان هو قاعد مفروض كده يعني شايف نفسه كده هي هتديك حتى ان هو الشخص دي شايف نفسه حس بيميت نفسه وثق في نفسه يعني secret number one بلاش القاعدة المحنية بلاش عوجة حتى احنا ماشيين محنيين كده ده بيدي او انطباعه بعدم الثقة في النفس وعدم الرحة يعني فانت لازم لما يكون قاعد تبقى made the impression عشان تبقى وثق في نفسك ان انت قاعد مفروض اوكي قاعد فارد نفسك انت خالوا بكلمك وانا قاعد عكده ولا انا بكلمك وانا قاعد عاملك كده لا طبعا موضوع ان انت تبقى فارد ضهرك دي حاجة اساسية حتى بيدي انطباع ان انت مش مهزوز مش شخص مهزوز اما انت لما تبقى قاعد معروض كده بتدي انطباع ان انت مش تقيل مش قوي طيب ثاني حاجة الاي كونتكت يعني مفعش او انا بكلمة حتى بقى عمال عمل كده عمال بص حوالي عمال اخوته بالعكس انا لما ايجي بص وده بيدل على اهتمام انا بشوف ان لغة العيون انا رسة كنت عامل فيديو شوية لغة العيون دي لغة جبارة فwe have to use our eye contact ان احنا نوصل لقدامنا مشاعرنا يعني انا ممكن اقول لقدامي ان انا مهتمة عن طريق لغة العيون ممكن اقوله ان انا بحبك عن طريق لغة العيون ممكن اقوله ان انت شخص بالنسباني عن طريق لغة يعني لغة العيون قوية فليزم ما يجي الكلام على شخص اللي قدامي ان انا اركز معي اركز معي مش اللي انا بقى عملاله كده ولا انا بقى عملك مغمضة لما حدي بقعد معك وعمل كده ده معنى انا مش مهتمة على فكرة او ان هو مش interested بالكلام اللي انت بتقوله او ان الكلام انت بتقوله مش مهم بالنسباني فمش حلو ان انت بقعد مع حد قافل عينك كده او عامل كده ده معنى ان انا كلمك مش عجبني او كلمك مش مهم بالعكس ابقى عادي طبيعية جدا وبقى فيه eye contact او فيه يعني اللي هو active listening عن طريق عيني اللي هو يعني انا بسمعك بعيوني ومركز معاك عن طريق عيوني فدي برضو من الحاجات المميزة جدا جدا اللي لازم اللي احنا المهمة جدا اللي انا بحب اهتم بيها لغة العيون تاني حاجة بقبق العين يا جماعة اللي هو اللي عارفين انت بقرة السودة دي اللي جوها العين لما يكون حد مبسوط وفرحان ومنشكح كده وقعد مبسوط هتلاقيوا دايما بقبق العين بتاعته بتكبر بتكبر كده ده معناه ان الشخص اللي قعد معاك ده مبسوط او ان هو interested او ان هو معجب بيك على فكرة لما يكون حد قعد معاك وهو مبسوط ومعجب بيك او بيحبك هتلاقي ان الحتة السودة دي بتكبر بتوسع لان هو مبسوط منشكح عايزة شوفوك اكتر في فرحة كده ان هو فرحان لما تلاقوها بتصغر ده معناه ان انا متضايق بس انتو هتحسوا بيها اكتر لما تكبر لان انت لما يكون مبسوط بتبقى اللي الحتة بتاعت العين دي مهمة جدا جدا انت هتلاقوها بتكبر تاني حاجة الاي كونتكت لما يكون احد مهتم بيك هتلاقيه بيبصلك يعني عينيه بتتبعك اللي هو يعني لما انت تروح في حتة تلاقي عينيه بتتبعك ليه مهتم ان هو يبص عليك طيب بعد كده حركة الجسم حركة الجسم برضو مهمة جدا حركة الجسم ازاي يعني رجلي جسمي فين لو انا قاعدة مثلا خارجين اول مرة انا وحد بحبها وانا معجبة شخص عايزة اعرف هو معجبة بي ولا لا بيبادين نفس المشاعر ولا لا هارا حركة بسيطة جدا انا عايزة بسا نزل بتاعتها شوية ثانية واحدة يعني انا جسمي فين هل انا جسمي نتجه اتجاه الشخص ده يعني لو انا مهتمة بحد اترجع دا كده شوية يعني لو انا مهتمة بحد وانا جسمي جسمي اهو متجه نحيته ده معناها ان الشخص تعجبني ليل ان فيه ماجنتس كده فيه مغناطيس وتحس ان انت مودي جسمك نحيته لانه والشخص ده عجبك اصلا فانت تلقائيا حتى لو انت اصلا موجب بحد او حد قاعد مع حد انت الشخص ده عجبك هتلاقي نفسك انت قاعد كده قاعد نحيته ليل ان انت عايز عايز تروح له حاسس ما فيه مغناطيس حاسس فيه قود جذبة ما بينكم وما بين بعض طيب انت مش طيقه هتلاقي الشخص ده انا بتكلم الشخص اللي انا مواجبة بيه او اللي انا قاعد معاه او اللي انا عايز احدد هو علاقتي بيه ايه او هو حاسسني ازاي هتلاقييني قاعدة كده قاعدة كده وممكن ابصره كده فاتجاه جسمي الناحية دي بس انا يعني انا مش مبسوطة يبقى اتجاه رجلين الشخص او اللي هو الكعب اللي هو البوز بتاعي الشوز بتاعي فين لو انا بصة كده ده معناه ان انا لا انا مهتمة اكتر او انا مثلا فيه واحد قاعد شخص قاعد عايز عرفه مهتم بحد من انهي ناحية شوف اتجاه رجليه فين اتجاه جسمه فين اتجاه جسمه الناحية دي بقى الشخص اللي هو موجب بيه في الارية دي لو اتجاه جسمه الناحية التانية يبقى هو الشخص اللي هو موجب بيه الناحية التانية النقطة اللي انا بقولها او النقطة اللي انا بقولها دي مهمة جدا يا جماعة تالت نقطة نشي يعني برضو في حركات كده معينة بتدي امبراشن مهمة جدا برضو انا قاعد كل ما بقرب للشخص يعني انا وانا قاعد معموك ناحية الشخص ده اكتر مش دايما ما يكونوا اتنين يعني مرتبطين ببعض او متجاوزين فانهم قاعدين في كل واحد ما احني للتاني كل ما اتجاه جسمي بينحني ده معناها هنا انا عايز اقرب اوكي يعني انا عايز اقرب يعني عايز اكون قريب بينك عايز اكون شايفك اكتر عايز اكون حسك اكتر شمك اكتر اوكي فبردو اتجاه الجسمي يعني انا لو مقربلك كده يعني معناها ان انا عايز يعني يعامى فيه حركابت بريد بردو تانين لحد يقعود يلعب شعره يعني لو راجل قاعد يلعب شعره او يعني يحرك شعره حط ايده جوه شعره ما ا forget اذا تعرف ين هو he showing off يعني هو مبسوط هو عايز يوليك ان يعني هو معجب بك او البنت تلعب و شعراها برضو ده معناها شهي اترضى ايه انها تلعب و شعراها تمسك شعراها ايه انها مهتمه حسنا الى هناك معيكم كل شوية بص و عرشة كل شوية بص في الساعة و سع شيء ده تعرف ان الشخص ده متضاق و ايسي يوما انه عنده مستعجل كل شوية بص في الساعة و الموبايل او لو الشخص اللي قدامك دي حتة مهمة قوي او مرة نخرج او خارجه في جروب او احنا كنين خارجين مع بعض او انا مهتمين بالشخص ده ومسك الموبايل بقى فتح الفيسبوك بتاعه وفتح الانستجرام بتاعه وبدأ اتصفحه وانا عندها بتكلم ده تعرفه ان مش مهتم خالص اصلا لان الشخص لو هو مهتم بيك هيبقى شايف ان انت اعاده معاك دي حاجة مهمة جدا حاجة تبسطه فهو مش عايز حاجة اكتر من كده طول ما انا عمالة بقلب وعمالة مبسوطة بالموبايل وعمالة فرحانة بالموبايل ومش عارفة ايه كده ده معناها ان I'm not interested فساعتها يعني لو انت قاد مع شخص وهو سيبك ومسك الموبايل انت اقفل الحوار تقوله طب انا مضطرة امشي يعني ايه او انت كمان اسكت ما تتكملش ما تفضلش انت ترجو حد مسك الموبايل دي حركة مستفز بتستفزيني جدا على فكرة يعني انا من اكتر الحاجات او الحركات تستفزيني كراشا انا بقى عدم مع حد ومسك الموبايل ده معناه ان هو بيقولي انا مش مهتمة بالكلام انت بتقولي ارغي يلا يعني ارغي مع نفسك انا محبش الحركة دي خالص وتتبهوها طيب في حاجة برضو مش ملطيفة خالص خالص انا محبهيش اللي هو حركة ان انت تبقى مسك الصبع لما تيجي تكلم تتكلم بسبوعك اللي هو في ناس بتتكلم كده انا محبش الصبع ده خالص طبعا كان تهديد او كان وعيد او انا بحب يعني ليه يعني بتحرك ايدك كلها وانت بتشرح احسا ما تكون بتحرك صبعك كده يعني شوف انا بقى هوا بنتو حسوها كده وانا بتكلم فردة ايدي وبيقول كذا 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 ولو انا بعمل صبعي واق بعمل كده فهدائما حاول انت ايدك كلها يعني خلي ايدك كلها اوكي طيب رتم كلامك فورتوي رتم كلامك يعني اللي هو بتاع كلامك انا بتكلم بسرعة انت بتكلم بسرعة دي مش لطيفة ولا بتكلم ببطء ده لطيفة دايما خلي رتم كلامك في الاسم اللي هو الوسط ولا بتكلم بسرعة اوي ولا بتكلم بالراحة اوي يعني دايما انت تكون كلامك وسطي دي حاجة مفيدة جدا جدا اوي بتبديك امبرشن انت واثق من نفسك ولا بتكلم بسرعة اوي بانت تحس انت مستعجل ومش واثق في نفسك مش عايز حد يسمع اصلا عايز تتكاروت في الكلام او تزلط الكلام كما حانتش يركز معك وميعرفش انت بتقولي انت مش وصق في كلامك ايه ما انت تبقى بطيء اوي اوي ده بيدي impression كده ان انت بيرت شوية يعني فانت خليك وسطي في الكلام يا جماعة body language او لغة الجسد ده علم كبير جدا جدا وبيدي impressions كثيرة جدا وده فيه ابحاث وفيه حاجات كثيرة قوي بتتعمل عليه فالفترة الجهة هنركز عليه بجد حاولوا ان انتوا تقرؤوا عنه اكتر هتكتب عن لغة جسد الموضوع مفيد جدا جدا بشغله في ترقيتك وفي حياتك وفي علاقاتك وفي حبك وحاجات كثيرة اوي اوي تانكي وبحبوكو جدا 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 بشكركو قولولي انتوا بتفهموا في لغة الجسد قولي حاجات اللي بتحسوها بجد بتاخدوا بالكو منها وقولولي ايه المواضية اللي تحبوا انتنا نتكلم عنها في لغة الجسد تانكي وبحبوكو اوي اوي عايزنين موضوع لغة الجسد ده ينتشر عملوا شهر كتير جديد لايحد من صاحبكم محتاج يسمع الكلام ده تانكيو بغا